قررت محكمة جنايات شمال القاهرة إخلاء سبيل عصام سلطان القيادي بحزب الوسط بضمان محل إقامته وذلك في قضية اتهامه بالتحريد على تعذيب مواطنين بربع العدوية أثناء اعتصام الإخوان وكانت نيابة مدينة نصر قد قررت حبس عصام سلطان على دمة التحقيق لاتهامه بالتحريد على تعذيب المواطنين أثناء فترة اعتصام الإخوان بربع العدوية ثم قررت المحكمة إخلاء سبيله إلا أن النيابة استأنفت على القرار ويذكر أن السلطان محبوس على دمة قضايا أخرى منها التعدي على حرس محكمة الجيزة وإهانة القضاء قاموا مجهولون بإشعال النيران في سيارة ضابط شرطة ونقطة مرور في ميدان عبد المنعم رياض بمدخل مدينة الفيوم وانتقل إلى مكان الواقعتين قوات الحماية المدنية وأجهزة البحث الجنائي وتمكنوا من السيطرة على الحريق وإخماد النيران وأخترت النيابة العامة التي أمرت بنتب خبراء المعمل الجنائي لبيان أسباب الحريقين وتولت التحقيق